ان هيرفي رينارد يقترب من تدريب النادي الاهلي خلفا لمورتن لساتي بداية من الموسم المقبل طيب اولا لكيب الفرنسية ما كتبتش اي علاقة بالنادي الاهلي او بمصر علشان البعض فصر الكلام على انه هيرفي رينارد هيبقى موجود بعد الامم الافريقية في مصر فعلشان كده تم يعني كتابة الخبر بالشكل اللي بقول لحضراتكم عليه النادي الاهلي دايما عمره ما بيفاوض مدير فني في وسط الموسم او قبل الموسم ما ينتهي النادي الاهلي دايما بيدي support كبير جدا للمدير الفني والجهاز الفني اللي موجود هقول لكم على حاجة بسيطة جدا بعد مصر كارتيرون لما كان موجود وبعد ما يعني تم انتهاء او انهاء التعاقد ما بينه بين النادي الاهلي نادي الاهلي فكر بعد كده بالتفاوض والتعاقد مع مدارب جديد النادي الاهلي كلنا تفاجئنا ان مستر مارتين لاصارتي موجود في القاهرة علشان يكون المدارب او المدير الفني للنادي الاهلي وانا قلت لحضراتكم انا اللي كنت موجود وقلت لحضراتكم الخبر ده بعد ما تم الاعلان عنه في الموقع الرسمي للنادي الاهلي مش بنقول حاجة قبل ما ما وقع رسمي يقولها او على لسان احد المسؤولين في النادي الاهلي عشان كده بقول لحضراتكم احنا منظومة كبيرة جدا ماشي بانظام وماشي بسيطة ودايما بيكون عندنا يعني مصدقية في كل الكلام اللي بتقال ودورنا في قناة الاهلي ان احنا ندافع ونتكلم بالشكل الصحيح واللي بيليء للنادي الاهلي لكن زي ما بقول لحضراتكم لا صحة تماما 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 من تفاوض النادي الاهلي مع هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب بعض من الزمل الصحفيين والاعلميين بعد ما كتبوا الخبر في منهم اعتذر وقال الخبر غير صحيح قدام حضراتكم دلوقتي الخبر بيتكلم على هيرفي رينارد هو مكتوب باللغة الفرنسية لكن فيما معناه ان هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب هتكون اخر بطولة لي مع منتخب المغرب بعد الكهاز الامم الافريقية في مصر ويطرى ايه وجهته المقبلة لكن ما كتبتش وجهته المقبلة هتكون مصر ولا كتبت وجهته المقبلة هتكون النادي الاهلي واحتراما لجهاز فني موجود بقيادة مستر مارتين لاصارتي نادي الاهلي بيحترم اي مدير فني يكون موجود فيه نادي الاهلي دايما لما بيجي بيحاسب مدير فني بيحاسبه بنهاية الموسم عمرنا ما تعودنا على النادي الاهلي انه بيحاسب مدير فني في وسط الموسم او في وسط البطولة او بالتالي مش من سمات النادي الاهلي جمهور الأهلي الجدع جمهور الأهلي المحترم جمهور الأهلي اللي عارف قيمة النادل الأهلي عارف أن كل ده موجود بسبب تشتيت ذهن الفريق في المباراة القدم زي وزي أحمد فتح لكن قبل ما نروح لأحمد فتح عايز أقول لحضراتكم ويعني خبر عايز أربطه بإدارة النادل الأهلي وخبر عايز أربطه لحضراتكم أن النادل الأهلي دايما بيحاسب بنهاية الموسم مش بالقطعة عمرنا مشوفنا النادل الأهلي بيحاسب المدير الفني أو جهاز كرة القدم أو لعيب كرة القدم في نص الموسم النادل الأهلي عنده سيستم كلنا ماشيين عليه اتولدنا لإناك كلنا ماشيين عليه من أول واحد كان موجود لحد آخر واحد هيكون موجود في النادل الأهلي لكن الناد الأهلي كان فيه اكتماع مهم جدا جمع ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو ومدير الأكاديميات بعد انتهاء موسم الأكاديميات وركزوا حضراتكم وانا قصد اقول كده ان مباراة ليفر فول وبرشلونة حاليا دلوقتي بتقام والمباراة نتيجة كان بالضبط عشان بس اكون معاكم طيب هيقولولي نتيجة دلوقتي وما بيقولولي ان فيه جديد في نتيجة مباراة ليفر فول وبرشلونة لكن دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم كان فيه اكتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو مدير الأكاديميات وقلت لحضراتكم ان الاجتماع كان بعد نهاية موسم الأكاديميات ليه علشان الكابتن خطيب يناقش الكابتن خالد بيبو في الخطة القادمة للموسم القادم لتطوير قاعدة أكاديميات النادي ألالي في كل فروع مصر وبالتالي زي بابقول لحضر لكم الحساب أو الاجتماع جه بعد نهاية الموسم الخاص بالأكاديميات زيه زي الكابتن فاتح مبروك رئيس قطاع الناشئين من الاهلة يكون فيه اجتماع مع الكابتن فاتح مبروك بعد انتهاء موسم الناشئين وموسم الشباب للنادي الاهلة في مختلف البطولات سواء بطولات الجمهورية أو القطاعات أو المناطق وبالتالي هيكون فيه اجتماع علشان يتم منقشة الخطة المستقبلية ما بين تطوير وما بين بنية تحتية وما بين تعاقدات جديدة وما بين إبران تعاقدات تشكيل أجهزة فنية كل ده هيكون موجود في الجلسة اللي هتجمع ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن فاتح مبروك فعشان كده بقول لحضراتكم ليه علشان النادي الاهلي بعرف حضراتكم انه هم أو احنا النادي الاهلي ما بنحبش نتعامل أو مش بنتعامل بالقطعة بنتعامل بالموسم بنتعامل بعد ما نخلص كل اللي مطلوب مننا بنبدأ نتحاسب انت عليك ايه وانا ليه ايه وده اللي أنا عايز أربط بيه لحضراتكم لموضوع أحمد فاتحي واللي قلت لحضراتكم عليه فيه طبعا يعني من ضمن الموضوع المهمة جدا اللي هنتكلم عليها لكن مباراة ليفر بول وبرشون عايز أقول لحضراتكم انه 3-0 لفريق ليفر بول وبالتالي المباراة يعني في الديئة 57 من عمر المباراة وكده في مجموعة لقائين 3-3 ما بين برشلونة وليفر بول